نضموا إلينا من القدس مراسلنا فراس لطفي فراس تطورات كبيرة وكثيرة واقتحامات أيضا سواء عن مستوى الضفة الغربية أو مناطق أخرى ما مجمل لأخبار هناك سواء في الداخل الإسرائيلي أو في الضفة يعني نبدأ بالضفة الغربية ماجد الضفة الغربية على موعد يومي مع اقتحامات ومدهمات إسرائيلية تؤدي ككل يوم إلى مقتل عدد كبير من الفلسطينيين واعتقال العشرات العملية في طول كرم التي بدأت منذ ليلة أمس ومستمرة حتى هذه اللحظة رغم الحديث الآن عن بدء تجميع الجيش الإسرائيلي لآلياته للانسحاب إلا أننا نتحدث عن أكثر من 12 ساعة والجيش الإسرائيلي يخوض عمليات مداهمة وإطلاق نار أدت إلى مقتل سبعة شبان فلسطينيين وإصابة العشرات هذه العملية استخدم فيها الجيش الإسرائيلي المسيرات المفخخة التي استهدف كما يقول خلية فلسطينية في أحدى المخيمات في طول كرم إلى جانب إطلاق النار وتجريف الشوارع والبنية التحتية وتخريب كل ما يمكن تخريبه خلال مسير هذه الجرفات الضخمة التي دخلت إلى مخيم طول كرم وإلى محافظة طول كرم بشكل عام الآن الحياة هناك متوقفة تماما القوى الوطنية أعلنت أن اليوم إضراب ورغم ذلك قبل أيام كان هناك أيضا عملية مماثلة في طول كرم لكن دعنا ماجد نتحدث عن أن الأرقام في ازدياد مستمر في الضفة الغربية اليوم عدد من قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ 39 يوما على بدء الحرب 196 فلسطينيا المعتقلين كان هناك حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت عدد من المدن والقرى والبلدات الفلسطينية وأدت الاعتقال 31 فلسطينيا حسب نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية ليرتفع عدد من اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بدء الحرب إلى 2570 العمليات مستمرة وبالتوازي مع ذلك رغم النداءات التي تطلقها السلطة الفلسطينية ومسؤولون فلسطينيون للعالم إلا أن الجيش الإسرائيلي يعتبر الضفة الغربية ساحة خلفية للحرب الدائرة في قطاع غزة كل يوم هناك اقتحامات كل يوم هناك قتلة وحتى باتت الضفة الغربية معازلة متفرقة عن بعضها البعض المدن مغلقة بسواتر ترابية وحواجز عسكرية القرى مغلقة وتتعرض بشكل يومي إلى اعتداءات من قبل المستوطنين ودعوات لاقتضام مزيد من الأراضي والسيطرة على مناطق جيمة التي تشكل ثلثين مساحة الضفة الغربية ولا يخفي رموز اليمين المتطرف في حكومة بن يمين نتنياهو كاسموتريتش بأن الحل الإنساني بين قوسين كما قال للسكان في قطاع غزة هو الترحيل إلى دولة ما وهذا طموحه أيضا في الضفة الغربية وهذا لم يعد سرا بالنسبة للفلسطينيين الذين يطالبون العالم بضرورة أن يكون هناك موقف تجاه هذه التصريحات المتكررة من رموز اليمين المتطرف ولها ضرب غزة بالقنبلة النووية وثانيها اليوم ما قاله سموتريتش عن ترحيل إنساني كما قال للفلسطينيين في قطاع غزة وما يجري في الضفة الغربية من اعتقالات ومداهمات وعمليات قتل يومية هذا يتطلب موقف كما قالت وزارة الخارجية والرئاسة الفلسطينية من المجتمع الدولي أن يتحرك لوضع حد لهذه السياسات مجد من القدس كان معنا مراسلنا فراس لطفي شكرا لك فراس ترجمة نانسي قنقر